موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن الخيار الأمني في مواجهة المتظاهرين هل هو الحل؟ يجري الترويج من أن الحل الآن لمواجهة ما يحدث في شوارع الجزائر هو الخيار الأمني ملاحقة الناشطين الزجبهم في السجود متابعتهم قضائياً الضغط عليهم أمنياً الضغط على أهاليهم تشويهم عبر وسائل الإعلام وما إلى ذلك من هذه الأطرحات اللي زادت في هذه الفطرة وانتشرت خاصة منذ تبرئ التوفيق وعودة خالد نزار واللي يوحي على أنه هذه الرؤية اللي تجري الآن جرات في التسعينات وكان بطلها إن صح التعبير ونحطوها بين ظفرين توفيق خالد نزار وحتى الذين يعرفون سعيد شنغريحة يؤكدون أنه أيضاً يحمل نفس هذه الرؤية ويميل أكثر للخيارات الأمنية لمواجهة الرأي الآخر ومواجهة من يراهم يتربسون بالدولة الجزائرية أثبتت كل التجارب أن الخيارات الأمنية في مواجهة الشارع دائماً تؤدي إلى تعفين الأوضاع ولم يحدث أن الخيارات الأمنية أدت إلى حل حتى اللي حدثت في الثمانينات في حمى وغيرها أثبتت التجارب أنها لم تنهي فكرة المواجهة النظام ومعارضته بل أنه زادت فيها وتصاعدت وتولت أقوى لذلك الخيار الأمني يأتي كآخر علاج لطرف يتعامل بمنطق أمني أيضاً وهو المنطق المسلح أما المنطق السلمي والمظاهرات يجب أن تعالج وتعامل بمنطق سلمي وسياسي وليس بمنطق أمني إذا كان خالد نزار وتوفيق وشنغريحة يراهنون على أن ما نجح في التسعينات سينجح الآن أراهم وهمين لو كان هذا الحل ينجح لا استعمله الجيش مع بداية مظاهرات 22 فيفري 2019 هذا الحل لن ينجح في زمن التواصل الاجتماعي في زمن المعلومة التي لا يمكن أن تسيطر عليها نجحوا في التسعينات ما كانتش الأعلومات تمشي ما كانش الخطاب المناهض للنظام يصل يصل عبر الرسائل والبيانات اللي لسقهم في الحيوط وكذا وكذا وهذه صعبة أن تصل إلى عموم الناس نجح النظام في ذلك لأنه يملك التلفزيون يملك المعلومة يملك الإذاعة يملك الصحف والطرف الآخر لا يملك شيئا لذلك نجحت هذه الخطة أما الآن الطرف الآخر يملك الإعلام البديل بل الإعلام اللي تملكه السلطة لا قيمة له أصلا ولا ثقة للجماهير فيه ولذلك التصعيد الأمني سيكون سلبي للغاية وسيرتد سلبيا أكثر على النظام وعلى الجزائر خاصة أمام المجتمع الدولي المؤكد من خلال متابعة لما يحدث في الجزائر أن هناك طرف قوي في السلطة يريد تعفين الأوضاع بالدفع نحو الخيارات الأمنية وهناك أيضا طرف في صف المعارضة التي تتبنى الحراك الشعبي حاليا من هي أيضا تدفع إلى تعفين الأوضاع فتعفين وضع الجزائر صار هدف استراتيجي لأطراف معينة مما يؤكد أن ذلك يدخل في إطار أجندة دولية وليست أجندة محلية ولا إقليمية بل أجندة دولية في إطار ما سميت بثورات الربيع العربي التي تستغل فيها قوى كبرى مطالب الشعوب المشروعة من أجل تحقيق أهداف ومصالح غير مشروعة تجعل الجميع يندمون عندما يغرق الوطن في مستمقعه التطرف من السلطة والتطرف من المعارضة سواء كان سياسيا أو إديولوجيا يؤدي إلى إخراق الوطن في مستمقعه ويعود بالدمار على الجميع ويصل بهم في المطاف إلى الندم والمظاهرات لا تكفي لوحدها بل تحتاج إلى مشروع سياسي وخارطة طريق لتحقيق المطالب المشروعة للشعب فالمقابل أن السلطة إذا لم تكن هناك خارطة طريق واضحة وإذا اقتصرت على الوعود والوعود المغرية والترغيب والترهيب فإنها أيضا ستصل إلى طريق المسدود يجب أن تكون هناك خارطة طريق مشتركة وهذه لن تأتي إلا بالحوار بين الطرفين وبلا ذلك سيؤدي الأمر إلى ما لا تحمد عقباه المشكلة أنه عندما تغيب النخب السياسية الحقيقية من الطرفين تحل محلها أطراف غوغائية غثائية تستغل الأوضاع من أجل لا شيء وهذا يؤدي إلى الهدف السلطة التي تريد أن تضع في واجهتها من ليس لديهم أدنى روح المسؤولية أن يكونوا رجال دولة والمعارضة أيضا التي تطرق النخب الحقيقية التي تخاطب العقل ولا تغرد جماهير ولا تدغدع مشاعرها فقط بل تتحدث بعقلانية من أجل تحقيق الأهداف وتنصب أولئك الغوغاء والغثاء الذين فقط يدغدغون مشاعر وعواطف وحتى غرائز الجماهير أعتقد بأن ذلك سيؤدي إلى صدام والصدام سيدفع ثمنه من؟ الوطن والمواطن الذي يعيش داخل الوطن وبعد ذلك سيجد رؤوس النظام أنفسهم تحت طائلة عقوبات دولية تحت ملاحقة جهات دولية والمواطن سيجد نفسه لاجئ في مخيمات يبحث عن مأوى يأوي إليه صغارة وفي حين أولئك الذين يعيشون خارج الحدود سواء من السلطة التي لدي رجالها من ضمنوا أماكنهم خارج الحدود أو من المعارضة الذين بدورهم لديهم مكانتهم ومكانهم خارج الحدود يتفرجون على مستنقع لن يقدم له إلا القليل وشفناهم في تجارب كثيرة الناس تهرب لاجئين وما يلقاوش حتى من يساعدهم لما يصلوا إلى أرض التي لجأوا إليها وأذكر أنني عندما غادرت وأتيت إلى فرنسا المعارضات التي كانت تتبجح في الخارج بدعوتنا نحن الذين في الداخل إلى المواجهة السلطة وإلى التمرد على المؤسسة العسكرية في النهاية وجدنا أنفسنا إما أن نخدم مصالحهم أو أننا سنكون محل سب وشتم وقذف في مواقعهم للأسف الشديد السلطة القائمة الآن تريد أن تلحق تهمة الإرهاب بالصف المعارضة والمعارضة تريد بدورها أن تجعل السلطة إرهابية فهذا يأتي بأبو الدحداح يقول بأنه عندي علاقة مع فلان وعلان حتى يدلحق بها بالصف الحراكي تهمة الإرهاب وهذوكم يجيبوا في أطفال ويستغلونهم بطريقة بشعة وبما يتنافى مع ضرورة حماية كرمتهم كقصر ويستعملونهم في قضايا يجي طفل يقول أنني تعرضتوا الاغتصاب وفي تلك اللحظة لديرين به لا يفكرون في شيء لا يفكرون في مستقبل هذا الطفل الذي يصبح رجل يوما ما وتبقى وصمة العار تطارده وربما تؤدي به إلى انهيار نفسي خاصة لو كان حدث الأمر حقيقة نقول ربما في حالة اندفاع غيرا ولكن الذي حدث أنه لم يكن هناك اغتصاب بل هناك كلام قبيح كما أكدت على هذا الأمر ومن خلال مصادر وطبعا هذا الفعل مدان ومجرم ويجب محاسبة الشرطي الذي أقدم أو العناصر التي أقدمت على هذا الفعل سواء بالصفة مباشرة أو بالصمت وعدم اتخاذ ما يجب أن يكون في وقته ومحاسبتهم حساب عسيل لأن هذا الطفل الذي بكى وانهار بهذه الطريقة يعني مشكلة كبيرة أيضا هناك عديد من الجرائم التي تحدث الآن في شارع الجزائري التي هدفها فقط جعل هو سحيق بين الجزائريين هناك أطراف السلطة للأسف الشديد تريد أن تجعل الجزائريين منقسمين فيما بينهم انقسام عرقي انقسام طائفي انقسام إديولوجي كل شيء من أجل فقط ضرب الجبهة المناهضة للنظام وهذا خطر آخر تدندن حوله السلطة نجحت فيه في مرحلة معينة ولكن الآن لن تنجح فيه لأنها إذا ضربت الجزائريين ببعضهم بعضا هذا مقبايل هذا مشاوية هذا مبني مزاب هذا معرب هذا مكيفاش وهذا مكيفاش وأدى ذلك كله إلى نشر روح الكراهية أعتقد بأن ذلك سيكون الثمن غالي تدفعه الجزائر وحينها لن ينفع الندم إن استعمال القصر في معركة كسر العظم بين السلطة والمعارضة هو خطر وجريمة حقيقة القوانين الدولية تم منح للأطفال حق حرية التعبير ولكن يجب أن يكون ذلك في إطار لا يمس بشعورهم لا يدفعه لا يؤثر عليهم نفسيا لا يزرع فيهم الكراهية عندما تأتي بطفل وتدخله في مظاهرات ترفع فيها شعارات كلها توحي إلى غضب شديد وهو الذي سيدفعه إلى أن يملأ نفسه بالكراهية تجاه الآخر هذا سيؤثر سلبا على مستقبل الطفولة حقيقة لا توجد قوانين دولية حسب اطلاعي أنها تمنع أن طفل يحضر أو يعبر عن رأيه بل أنها تمنع طفل حق التعبير عن الرأي وحق التجمع وحق كذا ولكن يجب أن يكون في أطر تحفظ له طفولته أما في أطر الاحتكاك الصدام الشعارات القوية السياسية القوية والإيديولوجية وما إلى ذلك من هذه الأمور في هذه الحالة يجب أن تكون هناك قوانين تحمي الطفل سواء يتم استعمال الطفل من طرف السلطة أو من طرف المعارضة وشاهدناهم كيف يتم استعمال أطفال في مظاهرات ضد النظام وكيف تم استعمال الأطفال أيضا في نشاطات لصالح النظام وهذا شيء يجب أن يكون ضمن أطر معينة وقوانين رادعة تحمي الطفولة لأن هؤلاء مستقبل الجزائر وأي استعمال لهم بطريقة خاطئة سيأتي على حساب الجزائر واضح جدا أن السلطة ترفض التغيير عبر نظامها القائم والمعارضة تسر على التغيير السلطة ترفض أن تسلم السلطة أو أن تتخلى عنها والطرف قوي في المعارضة ومهيما على عقول الكثيرين يرى بأنه لا بديل عن الوصول إلى السلطة ويتم استعمال في هذا الطرف يتم استعمال بعض الجماهير واستعمال أجهزة الأمن واستعمال مؤسسات الدولة في الطرف الآخر يستعمال أيضا استعمال أصحاب قضايا مشروعة وأهداف مشروعة ومطالب مشروعة استعمال متضررين من السلطة القائمة ومما يجعل أن هناك رؤوس تتصارع على السلطة ومرؤوسين أو عوام الناس هم مجرد أدوات تستعمل في هذا الصراع القذر مما سيأتي بالهلاك على الدولة الجزائرية واضح جدا أن تبون ومن معه متشبثون بالسلطة مهما كان الثمن تحت مسميات مختلفة الشرعية شرعية المؤسسات الذهاب للانتخابات وبطريقة مهما كان الأمر المهم فرض الأجندة القائمة أيضا الطرف المعارض متشبث بمطالبه ومهما كان الثمن الكل لا يريد أن يتراجع ولو خطوة السلطة الذكية هي التي تتراجع في الوقت المناسب هي التي تختار الأوقات المناسبة لخطو خطوة إلى الأمام أو خطوات إلى الخلف حسب ما يحفظ أمن الواطن وأمن الوطن ويعيد له استقراره ويعيد الثقة لدى الجماهير في مؤسسات دولتهم أما غير ذلك فوالله سيؤدي إلى الصلاة واذكروا كلامي جيدا وهو ما قلته من قبل إلى مسؤولين في سوريا ومن بينهم أعصف شوكة الذي كان نائب وزير الدفاع وكان مدير المخابرات السورية والأمر نفسه قلت لمحمد الشعار الذي كان وزيرا للداخلية ومسؤولين آخرين علي المملوك وغيرهم قلتها لهم في حمز أنه يجب أن يكون هناك حوار مع الشارع السوري لأنه إذا تم الإصرار على الخيارات الأمنية سيؤدي إلى الصدام والصدام عندما تنفلت الأمور ستصلون إلى مرحلة الندم ورأيتم سوريا إلى حيث أوصلها نظامها عندما اقتنع أوهم نفسه أن الحل الأمني سيعيد الاستقرار للدولة ويفرض أجندة النظام على الجماعير يجب أن نفهم شيء أن هناك دول تدفع النظام إلى استعمال الخيارات الأمنية ضد المتظاهرين وهي نفس الدول أيضا تدفع المتظاهرين تحت مسميات مختلفة إلى التشبث والتظاهر والصدام مع النظام الهدف أساسي ما هو أن تصل الجزائر إلى مرحلة الصدام وتتحول إلى أزمة وبعد ذلك يتم تدويلها وتصير التدخلات الخارجية وفق مقررات أممية وحينها تخرج ما سوف تسمى أزمة الجزائر من أياد أبنائها إلى أياد أخرى تستعملها وفق مصالح خارجية لا تمت بصلة لرغبات الجماهير ولا لشعارات السلطة حذاري أيها الجزائريون حذاري أيها الجزائريون سيأتي اليوم الذي تتحول فيه قضيتكم إلى أزمة دولية وتستعمل من اطراف أجنبية وتناقش في محافل دولية لن تحذر لها لا السلطة ولا المعارضة بل سيتم اختيار الأشخاص وفق أهواء شخصية ومصلحية لجهات خارجية حذاري أيها الجزائريون الحل أقوله للسلطة والمعارضة الحل هو على السلطة أن تشكل لجنة حوار حقيقية ليس لجنة حوار اللي فاتت أجيب المتردية والنطيحة تتكون من شخصيات لها القبول في الشارع الجزائري شخصيات معروفة بنزهتها بثقلها السياسي والاجتماعي الحقيقي وليس المزيف الذي تصنعه وسائل الإعلام وأبواق السلطة هذه اللجنة هي التي تشرع في الحوار وتدعو الحراك الشعبي إلى أن يكون له من يمثله وبعد ذلك تتم خلال الحوارات وضع خارطة طريق لا فيها ما يلان للسلطة ولا فيها ما يلان للمعارضة بل خارطة طريق تكون فيها قواسم مشتركة من الجميع تراعى فيها مصلحة الدولة الجزائرية داخليا وخارجيا اللجنة هذه تخرج بتوصيات ومقترحات تعتمد كخارطة طريق يوافق عليها الجميع ويبدأ في تنفيذها وفق التزام مرحلي وعبر مراحل من السلطة والمعارضة إن لم يحدث ذلك فلن يكون الحل في الأفق بل كلما ضاق الخناق وكلما زادت المواجهة والصدام بين الطرفين كلما ابتعد الحل عن عيون الجزائريين في زمن نحتاج فيه إلى التوافق بين الكل وليس إلى التراشق بين الجل أنصح بتأجيل الانتخابات البرلمانية لأنها لن تكون الحل ولن تكون جزءا من الحل بل ستزيد في تعميق الأزمة خاصة أن كل المؤشرات توحي إلى أن هذه الانتخابات ستتم مقاطعتها وتجد السلطة مجبرة بين خيارين إما أن تعلن نتائج حقيقية وبنسبة مشاركة ضعيفة جدا ويأتي برلمان يمثل أقلية الأقليات على حساب أغلبية مقاطعة وعازفة عن الانتخابات أو أن تزور هذه النتائج وحينها ستزيد في تعفين الأوضاع أجلوا هذه الانتخابات وابدأوا في حوار حقيقي بين الجزائريين يفضي إلى حلول ناجعة وحلول ستكشف المتربسين بالجزائر والجزائريين سواء في المعارضة أو الصلق يجب إقالة الحكومة وتشكيل حكومة حقيقية تتكون من نخب نزيها معروفة لديها ثقلها ولدى الجماهير بعض الثقة فيها لأن الحكومة الحالية لا قيمة لها هذه الحكومة التي تتكون من بعض الوزراء الذين والله لا يصلحوا أن يكون غفير ولكن للأسف نال منصب وزير ويتكلم باسم الدولة ولديه سلوك زاد في تنفير الجزائريين من الإدارة الجزائرية يجب أن تكون هناك حكومة حقيقية ويكفي مشروع تجريد الجزائريين من الجنسية الذي شكل فضيحة لم تتخذ فيها قرارات صارمة ولا حتى التضحية بوزير العدل أو بعض الوزراء الذين وضعوا الجزائر في مأزق كبير فضيحة على المستوى الحقوقي تدخلات خارجية أجبرت الجزائر عن التراجع وصورة بائسة عن نظام الحكم توحي إلى أن هناك من يتربس بالدولة داخل مؤسسات الدولة قبل أن يكون خارجها أيضا يجب إحالة الوجوه المستفزة على التقاعد والعزل السياسي إلى كثير من الأحزاب السياسية والوجوه السياسية التي ظلت على مدار سنوات وهي تستفز الجزائريين خاصة في عهد بوتفريقة هذه الوجوه اللي صار تبون يستقبلها ويشاورها ويأخذ مشورتها وتقدمهم رئاسة الجمهورية في صفحاتها وفي نشرات أخبارها يتكلموا للجزائريين عن حلول وحوار مع الرئيس أنتم بذلك تعفنون الأوضاع هذه الوجوه تحدوها أهبطوا إلى الشارع أمشوا بين الجزائريين من ظهرنا منكم نفسه يمشي بين الجزائريين بلا ما يرشق بالبيض الفاسد والحجارة حينها يمكن أن يستقبل من رئاسة الجمهورية لكن جيب ناس وضعين مسميات هذا أمين عامل فالان هذا حزب الإصلاح وكذا وكذا وهي مسميات فارغة جوفاء ليست لديها قيمة شعبية هذه ستزيد في تعفين الوضع ستزيد في إبعاد الرئاسة عن الجزائريين أكثر مما هي بعيدة ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية وقيادتها عن المشهد السياسي ما يجب أن تكون يوميا في نشرات أخبار الثامنة نشاطات شنغريحة ونشاطات الجنرالات الفلاني ورسائل شنغريحة الذي هو رئيس الأركان ومسؤول عملياتي ليست لديه علاقة بالسياسة الداخلية ولا السياسة بالخارجية عندما يتكلم عسكريا فقط بخصوص الأعمال العملياتية للمؤسسة العسكرية أما حديثه في السياسة وخوضه في كثير من الأمور وتوجيهه لكثير من الرسائل أعتقد بأن ذلك أضر بالمؤسسة العسكرية ويذر بها أكثر ويعطي الانطباع على أنه لا توجد مؤسسة مدنية ولا رئاسة بل أن الحاكم الفعلي هي المؤسسة العسكرية ضرورة الشفافية في قضايا الفساد وكشف الحقائق عن مصير المفسدين ورؤوس الفساد الذين يتواجدون في السجود ولا يجب السكوت على ما يتم تناوله إعلاميا عن فلان وعلان هذا أيحيى أنه غير متواجد في السجن والسلطة تلتزم الصمت التزامكم الصمت ستساعدون في نشر الكثير من المعلومات التي صار الشارع يصدقها يجب أن تكون كل معلومة تنتشر يجب أن تفند في حينها أما تركها تتصاعد تتراكم وتتراكم عليها معلومات أخرى يجي نهار لما تقدرون تواجه سيل من الأكاذيب التي تمس مؤسسات الدولة وتمس الدولة وتنشر الأباطيل عنها حذاري ثم حذاري الفساد يجب أن يتم أن تتواصل مكافحة الفساد يجب أن تكون هناك عدالة إن لم تكن انتقالية على الأقل شبه انتقالية ومستقلة تمام الاستقلالية تكون تابعة إلى لجنة خاصة يرأسها أحد الرجالات المشهود لهم بالنزاهة في الإطار مكافحة الفساد مهما كان الدولة الجزائرية إذا لم تتطهر من الفساد فإنها بذلك ستبقى دائما تسير وتركض من مستنقع إلى أخر العفو أيضا عن مساجين الرأي وأيضا مساجين التسعينات خاصة الذين تم الزجبهم في السجون في بداية التسعينات قبل اندلاع الأحداث المسلحة والمجازر وما إلى ذلك يجب العفو عن هؤلاء يجب الذهاب إلى مصالحة حقيقية بين الجزائريين ومن ذلك تبدأ عملية بناء مؤسسات الدولة الحقيقية دون ذلك فإن الأمور ستسير نحو التعف هذه بعض المقترحات التي أراها ويطرق المجال مفتوح إلى لجنة الحوار التي في إطار حوارها مع أنخب الجزائرية ومع الإطارات الجزائرية في الداخل والخارج ستصل إلى مقترحات أخرى كثيرة تساهم في إرساء دعائم الثقة بين الدولة والشعب وحينها ستبدأ الجزائر الجديدة حقيقة أما الذهاب والإصرار على المضي قدما إلى الأمام رغم أن كل المؤشرات تؤكد أن طريق السلطة الذي تقوم بحاليا خاطئ لا يمكن أن يصل بالجزائر إلى شاطئ الأمان وأيضا الحراك الشعبي الذي تسر بعض الأطراف إلى تحويله مجرد أداة لتصفية الحسابات مع السلطة أيضا لن يصل إلى نتيجة وفي النهاية من سيدفع الثمن هو الوطن الحديث طويل في هذا الجانب هذه بعض النقاط التي رأيت من الضروري في هذا اليوم أن أقولها لكل الجزائريين من قلب محب للجزائر لا يتمنى إلا الخير للجزائر اللهم قد بلغ فاللهم أجهد ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة